على الجميع الارتزام بالتعليمات التي يصدرها ولي والأمر وفقه الله فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار هذا الوباء فإن هذه التعليمات إنما وضعت لأجل تحقيق المصلحة العامة لأجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع وقد يجد الإنسان ألما من بعض هذه القرارات لكنها لا بد منها فعلى سبيل المثال القرار بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد مؤقتا وأن تصلى هذه الصلوات في البيوت قد يجد بعض الناس ألما لذلك لكنه إجراء لا بد منه لأجل تحقيق المصلحة العامة فإنه لو وجد في المسجد مصاب واحد فقط ربما تسبب في انتشار العدوى لعامة جماعة المسجد ثم ينتشر هذا الوباء سريعا في المجتمع فهذه إجراءات وضعت لأجل تحقيق المصلحة العامة فتدقل في المعروف والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فتجب طاعة ولي الأمر فيما يأمر به من معروف وهذا لا شك أنه من المعروف لأنه يحقق المصلحة العامة للمجتمع ترجمة نانسي قنقر